رمضان أقبل بعد طول غيابي ففرحت فيه مهنئا أحبابي خير الشهور به النفوس تعلقت وأستسلمت للخالق الوهابي بك ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب يا صائمان للشهر محتسبا له بشراك مغفرة بغير حسابي بشراك مغفرة بغير حسابي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تتعرض الأقدام كسائر أعضاء الجسم إلى التعب والإرهاق بسبب استخدامها الدائم بالمشي عليها وإجهادها بالحركة المستمرة والوقوف المستمر لأشغال البيت فقد يشعر البعض بعدم القدرة على المشي أو الوقوف نتيجة السير لمسافات طويلة أو الوقوف الكثير وكذلك لفترات لا تتخللها الراحة الأمر الذي يستدعي الحصول على الراحة الضرورية لقيام القدمين بنشاطهما المعتاد يمكننا إنعاش القدمين باستخدام وصفة عشبية أو عدة وصفات عشبية لراحة القدمين فمن أراد أن يرتاح كل جسمه فليريح قدمين فعند التعب الشديد وخاصة تعب الأقدام الشديد بسبب العمل الذي يوجب طول الوقوف أو بسبب الأشغال في المطبخ أو بسبب اضطراركم للمشي لفترة طويلة فما عليكم إلا تطبيق وصفة من هذه الوصفات العشبية نحتاج في هذه الوصفة أول وصفة لدينا هنا الأعشاب العطرية هي راحة سحرية للقدمين وللجسم كله نحتاج إلى لدينا هنا خمسة ملاعق طعام كبيرة من البردقوش أو المرددوش المجفف رائع جدا لراحة القدمين ونحتاج إلى سبعة ملاعق طعام كبيرة من النعناع المجفف ونحتاج إلى ثلاثة ملاعق طعام كبيرة من الزعتر المجفف زعتر وليست الزعتر لدينا نوعا هنا الزعتر الذي يستخدم للمشروبات ولدينا الزعتر هذه تستخدم في المطبخ للمعجنات والصلصات نحن نستخدم هنا الزعتر إن شاء الله يكون واضح وأرجو الانتباه الزعتر نحتاج قلت إلى ثلاث ملاعق طعام كبيرة وكذلك نحتاج إلى أربعة ملاعق طعام كبيرة من إكليل الجبل إكليل الجبل أو حصلبان أو اليزير لازير لدينا هنا أربعة ملاعق طعام كبيرة الطريقة نقوم بخلط كل هذه الأعشاب مجموعة الأعشاب مع بعضها البعض وتوضع في إناء محكم الإغلاق وعند إحساسنا بألم في القدمين أو إرهاق القدمين أو تعبهما الشديد يتم وضع ثلاث ملاعق كبيرة من هذه الأعشاب بعد مزجها كلها مع بعض نأخذ ثلاث ملاعق طعام كبيرة من هذه الأعشاب في وعاء يمكن وضع القدمين به ويصب عليها حوالي لترين ونصف من الماء المغلي نترك هذه الأعشاب في الوعاء مغطى لتنقع لمدة عشر دقائق وبعدها نضع القدمين عفوا وبعدها نقوم بتصفية هذه الأعشاب ونضع القدمين في حمام طبعا ونتركه حتى يبرد الماء تماما بعد غطس القدمين فمباشرة يزول الألم فورا وبعدها نقوم بتجفيف القدمان ونقوم بدهنها بزيت مناسب أفضل أن يكون الزيت لمن يعاني من أو تعاني من آلام شديدة بالقدمين أن يكون زيت إكليل الجبل هذه الوصفة الأولى إذا لم تتوفر لديك مجموعة هذه الأعشاب الأربعة يمكن فقط أخذ النعناع حمام النعناع يريح القدمين كذلك بسرعة نأخذ مقدار أربعة ملاعق طعام كبيرة من النعناع المجفف أو النعناع الطازج يتم إضافة النعناع لماء الحمام قبل غسل القدمين بدقيقتين فقط أي ينقع النعناع في كذلك ماء مغلي يترك لمدة عشر دقائق ينقع وبعدها نضع القدمين في حمام في حمام قدمين طبعاً لمدة مثلاً عشرين دقيقة حتى يبرد الماء تماماً إذا لم يتوفر النعناع لدينا الميرمية كذلك نفس طريقة النعناع تعالج القدمين وتعتني ببشرة القدمين رائعة جداً الميرمية لرائحة عفواً لإراحة القدمين بأن نأخذ ملء حفنة يد من نبات الميرمية ونضعه في الماء المغلي لمدة عشر دقائق وبعدها نقوم بتصفية ماء الميرمية أي منقوع الميرمية نعبئه في زجاجة ونحفظه في الثلاجة وبعدها عند الشعور بألم القدمين نضع حمام الدافئ للقدمين ونقوم بغطس القدمين لمدة عشر إلى عشرين دقيقة حتى يزول عنهما التعب ونقوم بتجفيف القدمين وقلت أنصح بزيت حصلبان أي زيت إكليل الجبل كديهان بعد هذا الحمام أو إذا توفر الكحول الطبي كذلك يمكن عمل مسح من الكحول الطبي بعد هذا الحمام كذلك لدينا وصف أخرى إذا لم تتوفر هذه الأعشاب أن نأخذ ملعقتان كبيرتان من ملح الطعام يضع في لترين من الماء الدافئ ونضع القدمين بهما لمدة خمس دقائق فقط وبعدها نقوم بتجفيفهم كذلك حمام خل التفاح خل التفاح رائع جدا نضيف خل التفاح لماء الحمام قبل غسل القدمين بدقيقتين فقط وإذا كانت هناك آلام شديدة بالقدمين أنصح بزيت القرنفل لتسكين آلام القدمين أن نأخذ ستة ملاعق عفوا ستة قطرات من زيت القرنفل ونقوم بدهني القدمين بهذا الزيت قبل النوم كذلك هناك وصفة أخرى في المساء قبل النوم نقوم بغلي حوالي ثلاث حفنات باليد من زهرة البابونج أي الكاموميل في ثلاث لترات من الماء بعدها نقوم بوضع القدمين في هذا الحمام أن يكون ساخن لأقصى درجة حرارة يمكنكم تحملها نقوم بفرق القدمين بماء البابونج وننتظره حتى يبرد تماما أي تكون القدمين في الوعاء ونفرك القدمين بماء البابونج حتى يبرد الماء تماما بعدها نقوم بإخراج القدمين نجففهما جيدا ويدهن قلت بزيت إكلال إكلي للجبل أو بكحول طبي وفي الصباح بحول الله تعالى نجد أن الآلام قد زالت بإذن الله هناك كذلك وصفة أخرى رائعة جدا لمن يعانون من آلامة في مفاصل القدمين نأخذ 2 ملاعق طعام كبيرة من الكمون المطحون على شكل بودرة ناعمة يمزج بالخل أي نوع خل متوفر عندك في مطبخك استخدميه على أن يكون الخل هنا دافئ يمزج المكون الكمون مع الخل وبعدها نقوم بذهان المفاصل المصابة بالألم ليلا قبل النوم نتركه لمدة نصف ساعة وبعدها نقوم بشطفه بماء فاتر كذلك يمكننا دهن المفاصل المصابة بالألم بزيت خروع يكون دافئ قبل النوم بعد استخدام وصفة الكمون هناك من يعانون أي بعض النساء والرجال من مشكلة سخونة القدمين واليدين فيشعر الشخص بوجود سخونة تخرج من قدميه ويديه خاصة أثناء الليل وهذا السؤال طرح علي كثيرا من قبل بعض المشتركات فتزيد عندهم بشكل ملحوظ مما يؤدي إلى شعورهم بالألق وعدم القدرة على النوم وعدم الراحة ممكن أن يبقى هذا الإحساس لفترات طويلة ويتوقف أثناء النهار يعني يكون فقط في الليل هذا الأمر يؤرق العديد من الأشخاص بالرغم من عدم وجود أي إصابة بمرض تعد هذه مشكلة بحد ذاتها وكذلك سخونة القدمين واليدين في الليل هي مشكلة يمكننا علاج هذه المشكلة الصعبة بطرق طبيعية وأعشاب سأذكر منها لدينا البابونج نأخذ زهرة البابونج أي الكاموميل على شكل شراب من خلال استخدام هذه الأزهار بمقدار ملعقة طعام كبيرة نضعها داخل كوب من الماء المغلي وبعد ذلك يغطى الكوب لفترة لا تقل عن خمس دقائق التحلية حسب الرغبة ونشرب كوب بعد الفطور وكوب بعد الصحور إذا كانت هذه الوصفة طبعا في شهر رمضان الكريم إذا كانت في غير شهر رمضان نشرب كوب بعد الوجبات وكذلك لا بد من الاستمرار على هذه الوصفة حتى انتهاء كل هذه المشكلة والشفاء بحول الله كذلك استخدام مغلى البابونج كحمام للقدمين واليدين من خلال أخذ كمية من أزهار البابونج بمقدار قبضة يد ونضعها داخل قدر نضيف عليها مقدار لترين من الماء يسخن الخليط حتى الغليان نتركه لمدة عشر دقائق وبعد ذلك نصب هذا المغلى داخل وعاء كبير يتسع للقدمين ويتم غمس القدمين وتدليكهما واليدين كذلك ويكرر هذا الحمام حمام القدمين واليدين كل ليلة مرة واحدة حتى يتم الشفاء كلياً هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل للمرضعات للرجال لكبار السن للأطفال لمن يعانون من هذه المشكلة لا مانع من استخدامها أبداً بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة